بعد عشرين عاما من المواجهة بينهما في نهاي دوري أبطال إفريقيا يلتقي مجددا ناديا تراجي تونسي ورجاء البيضاوي المغربي على لقب جديد وهو كأس السوبر الإفريقي والذي سيلعب لأول مرة خارج القرى الإفريقية وتحديدا في ملعب الغرافة في قتر بواقع كأس للتراجي وأخرى للرجاء البيضاوي يدخل الناديان مواجهة السوبر الإفريقي على أمل فك الشراكة وتحقيق اللقاب الثاني وإضافته إلى خزينة ألقابه المرسع بالتتويجات نهايه السوبر معنا على مستوى عالي نعرف الفريق الرجال فريق محترم ومحترم جدا فريق تعدى فترة ربما تكون سيئة الفترة الأخيرة خروجه من الكاس العربية فما خروجه من الكاف يعني مش تكون فم مرة تفاعل قوية من فريق الرجال شي هذا معنا يقاين حسابه إن شاء الله نحن نكونوا في نهار كبير إن شاء الله بش نجمه نفوزه باللقابة ذاية إن شاء الله يكون في خزينتنا مع مع الشامبينز ديك إن شاء الله كما عرفش باللي إحنا فوزنا من قبل بالكاس كون في دائرة لياه عارفين الدخط اللي يكون في مباراية حسيمة إن شاء الله غدا غدا ندخله بحاجة وحدة اللي الفوز بدلقه إن شاء الله وكيف ما قلش ما يخرش الموسم خاوي موقعة إفريقية بنكهة مغاربية خالصة يؤمل منها أن تعكس تاريخ وعراقة الناديين خصوصا مع توقعات بحضور جماهير غفيرة مع تخصيص أربعين ألف تذكرة لأنصار الناديين